على صوت أزيز الرصاصات تقدم جنود الجيش الإسرائيلي في تدريب أقيمة قاعدة التمرين تسيلين في صحراء النقب جنوب البلاد فيما يعرف بسلسلة المعارك متعددة القوات لطالما شدد قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بيفكوخابي على ضرورة تصرف قوات الجيش ككتلة واحدة في الميدان أي زيادة التنصيق وتحسين التعاون بين مختلف الأذرع في أرض المعركة على سبيل المثال وجود قوات استطلاع مع مسيرات داخل وحدات المشاة تدريبات جاءت في منطقة تحاكي مناطق مأهولة لتنفيذ الرؤية بغية تنجيع العمل الجماعي في الميدان بين قوات المشاة والهندسة والمدرعات فيما بينها وعدم العمل بشكل انفرادي يؤذن هذا التدريب بتخريج مئات الضباط من الكلية الحربية الإسرائيلية ليعودوا بعد ذلك إلى قطاعاتهم المختلفة من المشاة والهندسة والمدرعات وبعد ذلك ليقودوا جنودهم في الصفوف الأمامية في أرض المعركة المقبلة في السادسين من يونيو بدأت التدريبات وستستغرق ثمانية عشر يوما وتهدف إلى اختبار قدرات القوات في مختلف الوحدات ودمجها في القتال بنفس المنطقة والتوقيت بناء على عبر استخلصها الجيش الإسرائيلي من مواجهات سابقة تدربنا على احتلال مناطق وإبارة العدو المتواجد داخلها أنصح عدائنا بأن لا يختبروننا نحن مستعدون لكل سيناريو سواء على الجبهة الشمالية أو الجنوبية أما مكان التدريب فمنطقة مبنية تحاكي مشاركة قوات من مختلف الأذرع في الجيش الإسرائيلي الهندسة المدرعات والمشاف القتال داخل مناطق مأهولة تقول إسرائيل إن أعداءها ينشطون داخلها لتنفيذ عمليات ضد جنودها ومواطنيها نتواجد حاليا عندما ادخل المنطقة المأهولة نطلق النار على الاهداف بمعية سلاح المدرعات والهندسة كل بأسلحته إننا نستعد للشروع في الهجوم المعدات التي شاركت في التمرين دبابة مركفا أربعة إلى جانب ناقلة تيجوند وآلية من سلاح الهندسة تمرين قال مصدر عسكري إن الضباط المشاركين فيه سيكونون أنفسهم في الميدان في المعركة القادمة عمر ربيع قناة 24 نيوز قاعدة تسئيليم جنوب إسرائيل والحديث سيأكثر حول تدريبات الجيش الإسرائيلي ينضم إلي الزميل في 24 نيوز عمر ربيع مرحبا بك عمر يعني أنت تواجدت في هذا التدريب أهم ما جاء فيه هذا التدريب لورين يعكس رؤية قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الحالي أبيف كوخافي كيف؟ وهنا أريد التوضيح أنه في كل لدى كل قائد هيئة أركان للجيش الإسرائيلي هناك خط عريض يريد أن يكون هو الرؤية التابعة للجيش في فترة ولايته رأينا ذلك لدى قادي أيزنكوت وأيضاً قاب أشتنازي غانس وأيضاً الحالي أبيف كوخافي رؤية أبيف كوخافي للجيش الإسرائيلي والخطوط العريضة التي يجب على الجيش أن يأخذها بعين الاعتبار هو تحرك الجيش ككتلة واحدة وبطبيعة الحال في السابق كنا نرى وكمنا بتغطية هذه التدريبات هنا في 24 نيوز كيف أن سلاح المشاء الإسرائيلي يكون بالتدرب على حدة وأيضاً بشكل انفراضي سلاح البحرية على سبيل المثال يتدرب بشكل انفراضي وأيضاً سلاح الجو ولكن رؤية أبيف كوخافي هي أن على الجيش أن يتصرف ككتلة واحدة أن يكون هناك تعاون بين جميع هذه الأذرع وبطبيعة الحال ما رأيناه في التدريب كيف أن سلاح المشاء إضافة إلى سلاح الهندسة إضافة إلى سلاح الدبابات أيضاً المدرعات يقومون بالتدرب على شكل هيئة واحدة ما أريد أن أضيفه أيضاً هو أن الجيش الإسرائيلي يستخلص العبر في المعارك التي خاضها في السابق ويقوم بالتدرب على السيناريوها برز في هذا التدريب عنصر التنسيق بين جميع الأذرع وبين أذرع الجيش المختلف هل يمكن أن نعتبر أن عدم هذا التنسيق في الماضي هي نقطة ضعف لدى الجيش الإسرائيلي؟ بطبيعة الحال نعم وهذا ما أردت أن أقوله أن جميع رؤية أولاً كخافي وأيضاً ما جاء في التدريب هو نتيجة لاستخلاص العبر من أمور حصلت مع الجيش الإسرائيلي ودفع ثمنها غالياً ونحن على إعتاب شهر تموز الثاني عشر من تموز 2006 قبل خمسة عشر عاماً كانت هناك حرب لبنان الثانية كما تطلق عليها إسرائيل وبهذه الحرب بطبيعة الحال كان هناك أخطاء تكبد بها الجيش الإسرائيلي خسائر وبطبيعة الحال تنسيق واستخلاص العبر من هذه الحرب إضافة إلى حروب أخرى كان على رأس سلم أولويات الجيش الإسرائيلي وتم أخذها بعين الاعتبار في هذا التدريب كما أيضاً في رؤية أفيف كوخافي التي ذكرتها سابقاً مع هذه المعلومات